سات المستشار حزم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قال ان الهيئة بتجدد العهد اللي قطعته على نفسها بانه نتيجة الانتخابات تأتي معبرة عن ارادة المصريين سات المستشار حزم بدوي قال خلال كلمته اللي بيوجه فيها نداء لكل المصريين لكي يشاركوا في رسم خريطة المستقبل مستقبل كل واحد فينا مستقبل المية وخمسة مليون بني آدم مستقبل كل اللي هيتولده بدءا من اعلان النتيجة ان شاء الله وربنا يصل للجميع الحال ويعطي للجميع طولة العمر هذه الانتخابات ترسم مستقبلنا ومستقبل ابنائنا واحفظنا أيضا اشار سيادة المستشار الى انه الهيئة الوطنية للانتخابات تيسر للناخب كل السبل الادلاء بصوته بمنتهى السهولة واليسر وبحرية تم واستحدثت لاصحاب الاعاقة طرق جديدة للتعبير عن ارادتهم وزي ما كنت بقول لحضرتكو هتلاقي QR code موجود على الشاشة حضرتك بالتليفون اللي معاك بتعمل سكان هيفتح لك الويب سايت هتدخل رقمك القومي هتعرف فين اللجنة الانتخابية بتاعتك عندك يوم الحد يوم الاثنين يوم الثلاث لجم مفتوحة من تسعة صباحا لحد تسعة مساء عندك شغلة هتخلص وهتتوكل على الله نبط شيئتك بالليلة هتقدر تروح الصبح إلخ فضل عشر ساعات تمانية واربعين دقيقة ويبدأ الاقتراع تمام طيب